بتشوف ازاي التعاقدات اللي عملها مجلس الإدارة كمان في ظل ان انت كنت تدخل على تحدي ان انت عندك فاك قيد وعندك التزامات وعندك فلوس ومفاق صحيح لانت بتنجح في وسط كل هذه الظروف الصعبة صح هو بصراحة يعني وعكس التوقعات الناس كانت بتقول ان المجلس هيعاني وان هم هيلاقوا صعوبة في التوفير فلوس للنادي او توفير صفقات كان طبعا الناس بتكلم في وقف قيد وغرامات فانت هتحل ده ازاي وهتعمل صفقات ازاي دي مشكلة لكن الناس فاجئونا بصراحة بالصفقات وبنوع الصفقات كمان انهم صفقات محترمة ولعبها تفيد الفرقة وان انت طبعا بتدي عمل لجمهور الزمالك تاني انه النادي بقى في استقرار يعني ده اللي كل الجمهور بتتمنى صحيح وكمان برضا كابتن بها عايزين نتكلم في نوع صفقات يعني انت عملت صفقات فعلا النادي الزمالك في احتياج شديد لها عملت صفقات بقسامي كبيرة كان الجمهور بينادي عليه اكيد انا بس كان انا عندي تحافظ في حاجة انه كنت محتاج تدعم في الدفاع شوية انت اهتميت شوية بنفس الملعب وبالهجوم بس في الدفاع كنت محتاج ممكن تجيب حد خصوصا في ظل صابة الوينش شايف ده مع صابة الوينش اصدقى اه مع صابة الوينش كنت محتاج حد تاني لكن الموجودين طبعا كويسين جدا بس انت داخل بتشارك في حوالي 4 بطولات فمحتاج ان انت يبقى عندك وفرة في المجالة تعالي فكابتن بقى يعني يمكن انت تتركت لجزئية فنية طبعا وهي جزئية اهمة ولكن برضو لما تيجي تبص ان انت الترانسفر ويندو او سوق الانتقالات الشتوية قد ايه الفرق بتكون محافظة جدا على الاسكواد بتاعها صعب جدا ان فرقة تفرط في لاعب عندها في هذا التوقيت ولكن قدرنا يعني الحمد لله ان احنا نتعاقد مع صفقات جيدة جدا وعلى اعلى مستوى